عدنا أحباء الصغار لحصة القراءة. نبدأ بقراءة المشهر. ماذا تلاحظون؟ ماذا نسمي هذا وهذا وهذا وهذا؟ نسميهم بالطيور. نتعرف على اسم هذا الطائر. اسمه هو يسمى بالديك الرومي. ديك الرومي. وهذه بطة. هذه دجاجة. وهذا ديك. فديك. فهو ذكر التجاجة. وهذا. بعد أن نسمي هذا الطائر. فهو طاووس. أعدوا معي. طاووس. طاووس. دروا إلى الطاووس. دروا إلى الريش. إلى الريش كيف هو؟ فله ريش طاويل. له ريش طاويل. وبه ألوان متعددة. فهناك الأخضر. هناك الأسفر. هناك البرتقالي. هناك الأزرق. هناك البنفسجي. فالطاووس طائر. له ريش طاويل. وملون. نعيد الطاووس. فالطاووس هو هذا الطائر. الطاووس طائر. له ريش طاويل. وملون. ملون. يعني أن لديه ألوان متعددة ومختلفة. الآن نعود إلى قراءة الجملة. لنتعرف على الحروف الموجودة في هذه الجملة. هنا حرف الألف. هذه همدة وصلت. هنا جاءت في بداية الجملة. فتكتبه هكذا. الطا. هنا اللام. اللام ليس بيسكون. فلا نقرأ حرف اللام. فنقوله. الطا. هذا صوت طا. لماذا كتب باب اللون الأحمر؟ لأنه هو الحرف الذي سنتعرف عليه خلال هذا الأسبوع. فهذا الصوت هو صوت طا. أعيدوا معي طا. صوت طا. أو حرف الطا. حرف الطا. حرف الطا. هنا حرف الطا جاء مع ألف. فنقرأه طا. ومع شدة طا. طا. نضغط على الحرف لأنه به شدة. هنا حرف الواو جاء مع واو. فنقوله. هنا حرف السين. حرف السين مع دم سو. نجمع الحروف. هنا حرف الطا أو صوت طا. جاء مع ألف. فنقرأه. هنا حرف الهمزة. همزة مع كسراء. إي. هنا حرف الراء. حرف الراء مع ضم. مع ضمتين. رن. طائر. طائر. لا هو. حرف اللام مع فتحة. لا. حرف اللام مع فتحة. لا. حرف الهاء مع ضم. هو. لا هو. لا هو. هنا حرف الراء. جاء مع مد. لهو الياء. فنقرأه. ري. هنا حرف الشين. حرف الشين. مع ضم شو. مع ضمتين. شن. ري شن. ري شن. طا. هنا حرف الطا مع فتحة. نقرأه. طا. هنا حرف الواو جاء مع ياء. فنقرأه. وي. وي. لن. حرف اللام مع ضم. لو. مع ضمتين. لن. طا. وي. لن. طا. وي. لن. و. حرف الواو مع فتحة. و. مو. مو. حرف المين مع ضم. مو. حرف اللام مع فتحة. لا. مو. لا. وحرف الواو مع فتحة. و. و. ومع شدة. و. هنا حرف النون. حرف النون. حرف النون مع ضم. ن. مع ضمتين. نن. ملون. نعيد. الطاووس طائر. طائر. له ريش طاويل. و. ملون. نقرأ هذه الجملة بتأني أعزائي صغار. هنا لدي ثلاث كلمات تتضمن حرف الطا. هنا كلمة طاوس. كلمة طائر. و. كلمة طاويل. سأخذ كلمة طائر و. كلمة طاويل. عفوا. هنا حرف الطا جاء مع ألف. طا. اي. رن. طائر. طا. 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 طاويل. طاويل. حرف الطا مع فتحة. طا. حرف الواو مع ايا. و. حرف اللام مع ضم. ل. مع ضمتين. لن. طاويل. طا. 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 الآن سنقرأ حرف الطا مجردا مع الحركات القصيرة اللي هي الفتحة. والضمة. والكسرة. والحركات الطاويلة اللي هي الآلف. والواو والياء. والتنوين اللي هم الفتحتين. والضمتين. والكسرتين. حرف الطا مع فتحة. طا. مع ألف. طا. مع ضم. طو. مع واو. طو. مع كسرة. طي. مع ياء. طي. مع فتحتين. طن. طن. مع ضمتين. طن. مع كسرتين. طن. أعزائي الصغار. نقرأ هذا النص عدة مرات. ليس فحة 58. نقرأ عدة مرات. نركز خلال القراءة على صوت الطا أو حرف الطا. لكم مني كل التوفيق. أعزائي الصغار في الحصة المقبلة إن شاء الله.